إيه لحاجات اللي المفروض الواحد وهو بيعمل تأمين البيت ده ياخد باله منها لأن أحيانا بشركة التأمين مثلا بتبقى كاتبة إيه تأمين ضد الإزاز مثلا يعني كسر الزجاج أو حاجة زي كده لكن لما بتروحي بيحصل الموضوع ده وإنت دخلة إنت اللي قسرت الإزاز ده أحيانا لما تروحي للتأمين يقولك لا ده مش شامل كان المفروض إن الإزاز ده يكون مكسور من الغير في حالة السرقة اللي نقدر ننصح به الناس لما يجي يعمل عقد تأمين إن القاتل المفروض ياخد باله منها طيب شوف حضرتك أول حاجة كل شركات التأمين عايزة تكسب أضعف منها تخسر ده قاعدة لازم كل واحد يحطها هي لأ عايزة تكسب كمان وكتير الفكرة هي إن حضرتك لازم تختار شخص يكون أمين فعلا أمين تقدر إن إنت تصك فيه وتشوف العقد اللي إنت هتمزي عليه بتاع شركة التأمين ده إيه في صغرات ملهاش أول من آخر أنا ما قدرش أقول دلوقتي كل الصغرات إيه اللي هتواجه كل واحد لازم إنت والنقطة أنا لسه كنت عاملة فيديو من قريب نزلته على القناة بتاعتنا إن إنت ما توقعش وإنت قاعد مع الشخص خد النسخة روح بيها واسأل واحد واثنين وثلاثة ومية لحد ما تتأكد إن كده ده تمام ليه؟ ممكن حضرتك أنت مفكر إن أنت عامل التأمين ده شامل كل حاجة وأنت بتدفع مثلا عشر يورو في الشهر تفاجأ يحصل حاجة يقولك لأ وتكون بتدفع بقالك سنين يقولك لأ حضرتك التأمين مش شامل ده أو فيه نقطة خطيرة جدا تاني في حد برضو وقع فيها حضرتك موقع على العقد وتيجي بعد كده شركة التأمين مش عاجبك أو لقيت شركة أفضل منها وعايز تغير يقولك أنت موقع ممنوع تفسخ عقد التأمين قبل خمس سنين أو عشر سنين المدة فإنت إذن ملزم تبقى عند الشركة دي وتدفع لها فلوس مدة طويلة جدا فإنهنا لو قلنا أول نصيحة نقدر نقولها لابد قراءة العقد مية بالمية قراءة كاملة وفهم النقاط اللي موجودة في العقد بالزبط النقطة التانية اللي احنا برضو الواحد مفروض يغضباله منها المدة هو أنا هأأمل لمدة كام بالزبط عشان أقدر لو أنا روحت أجيب عرض من شركة تانية أبعارف أنا إمتى هسيب الشركة الأولانية بالزبط حاجة تانية مثلا المبلغ قد إيه لغاية الخسائر يعني فيه مثلا شركة تقولك خمسين ألف يورو حعوضك فيه تقولك معاك لغاية مليون يورو خسائر التأمين هيعوض لك لازم تروح لبجات شركة التأمين تكون أمينة ويكون الموظف اللي هيعمل معاك العقد يكون فعلا شخص موصوق فيه وأمين عشان تعرف كل شيء وتكون دارس بنود العقد وسائل عليها وعارف ده كويس ولا ده مش كويس وأكبر نصيحة ننصحها أني ما تمضيش العقد غير لما تكون متأكد تماما أن النقاط اللي موجودة فيه تناسبك بالزبط تبقى عارف كل شيء وجهز كل الأسئلة اسأل قعد شهر على ما تمضي على عقد التأمين بس تبقى عارف أنت بتعمل إيه لأن الناس تبقى حتى توقعات عالية جدا وممكن حتى اللي هو بيعمل معاك تبقى يقول لك ده شامل وشامل 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 ويفضل يقول لك حاجات وممكن كل حاجات مش أساسية ومعتمدة أنت مش تاهم لغة أنت مش عارف الوضع وحضرك تقول تمام ممتزم دي بس الواقع غير كده ترجمة نانسي قنقر